المترجم للقناة أهلا بكم في نشرة أخبار الرأي تصحبكم خلالها سمير عبدالله والبداية دوما بأبرز العناوين ذو العلي والحسيني لرعاية مكتب الشهيد وطلب كويتي من بوركينة خاسو للمشاركة بالتحقيق على طاولة الحكومة توصيات رفع كفاءة العمل بالموانئ الكويتية وتحويل خطوط ملاحية 300 ألف دينار من بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف لمؤازرة البدون بتكاليف الحج خطأ تقني بنظام إدارة الهجرة يستدعي توقيع تعهد قبل السفر ويمنع مغادرة ثلاث جنسيات تدمير لأشجار الصف صعف في منطقة الوفرة على خطم صف وفي النشرة كاميرا الراي توثق تعديات على الحزام الأخضر على طريق الوفرة مكرمة أميرية سامية بمعاملة ذوي الشهدين الدكتور وليد العلي والداعية فهد الحسيني معاملة شهداء الكويت الذين يتمتعون برعاية مكتب الشهيد التابع للديوان الأميري وقد أحاط رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المجلس بالمكرمة وذلك خلال اجتماعه اليوم فيما عبرت الحكومة عن بالغ الحزن والأسى لاستشهاد العلي والحسيني إثر الهجوم الإرهابي الآثم على أحد مطاعم بوركينا فاسو من جهة أخرى عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي قام بها رجال الأمن والتي مكنتهم من القبض على أفراد خلية العبد الإرهابية إنفاذا لحكم محكمة تميز كذلك طلعت الحكومة أيضا على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن توصيات لجنة رفع كفاءة العمل بالموانئ والخاصة بتحويل بعض الخطوط الملاحية من ميناء الشعباء إلى ميناء الشويخ وقيام الجهات المسؤولة عن الإفراج الجمركي بتكليف موظفيها بالتواجد على مدار 24 ساعة على أن تكون التبعية الفنية لهؤلاء الموظفين للإدارة العامة للجمارك وحول الهجوم الإرهابي الآثم طلبت الكويت رسميا من حكومة بوركينا فاسو المشاركة في التحقيقات بشأن الجريمة الإرهابية التي قضى ضمن ضحاياها الشهيدان الكويتيان الدكتور وليد العلي إمام وخطيب المسجد الكبير والداعية فهد الحسيني وقد اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارلة مع السفير جمهورية بوركينا فاسو لدى الكويت أبو بكر كوتي حيث تم تسليم السفير مذكرة رسمية بشأن طلب الكويت المشاركة في التحقيقات الجارية حاليا في بوركينا فاسو بشأن الجريمة الإرهابية والتي استهدفت أحد المطاعم هناك وأكد السفير استعداد السلطات في بوركينا فاسو للتعاون مع السلطات الكويتية في هذا المجل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري عبر حسابه على تويتر تخصيص 300 ألف دينار بتبرع من بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف لتخفيف تكلفة الحاج على البدون وفي تصريح للرأي أوضح الجبري أن الوزارة طرحت ممارسة لحملات الحاج وكافة وتقدم للممارسة عشر حملات فيما فازت خمس منها بأرخص الأسعار وخصص لكل منها مئة حاج وبين الجبري أن أسعار الحملات التي فازت بالممارسة تدرجت ما بين ألف وتسعين ألف وتسعين دينار للحملة الأولى إلى ألف ومائتين وأربعين دينارا للخامسة منوها إلى أنه سيتم دفع ثلاثمائة دينار عن كل حاج يتم حسمها من السعر المتفق عليه ويبلغ عدد الحجاج المعنيين ألف حاج خلال مؤتمر الصحفي نفى السفير السعودي لدى البلاد عبدالعزيز الفائز أن تكون السعودية قد منعت فئة غير محدد الجنسية أو أي جنسيات أخرى من أداء فريضة الحج العام الماضي أو الحالي مشددا على أن المملكة لا تمنع أي حاج أو معتمر إذا انطبقت عليه الشروط المطلوبة ومنها جوازات السفر المقرؤة آليا حتى يمكن للشخص الدخول عبر المنافذ السعودية بعد تدقيق بياناته والقراءة آليا عبر الجهاز أقدم حوالي 450 إلى 500 شخص هذه المعلومات التي وردتنا مزارة رقبة في الشؤول الإسلامية ونتوقع أن يصل العدد إلى الألف قريبا إن شاء الله ومدامك تتحدث عن البدون أود أن أوضح نقطة تكرر في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة كما تكرر كثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي أن تم منع البدون أو غير محدد الجنسية من أداء فريضة الحج في العام الماضي هذا غير صحيح لم يمنع أحد من أداء فريضة الحج سواء كان كويتي أو مقيم بصورة شرعية قانونية أو مقيم بصورة غير قانونية لم يمنع أحد اللي حصل أنه وضعت شروط للحصول على تأشيرة الحج وهذه شروط مطبقة على كل الجنسيات لم تنطبق هذه الشروط على كثير من الأشخاص من فئة غير محددة الجنسية لذلك الحديث عن منعهم حديث خاطئ وأقول أنه مغرف كذلك لأن محاولة إلصاق تهمة عارية من الصحة أن المملكة تمنع أحدا من الدخول لأداء فريضة الحج أعلنت المحكمة العليا السعودية تعذر رؤية هلال ذي الحجة هذه الليلة ليكون غدا الثلاثاء المتمم لشهر ذي القعدة وبعد غد الأربعاء الأول من ذي الحجة وفي الديار المقدسة يتواصل قدوم حجاج بيت الله الحرام والذين تجاوزت أعدادهم مليون حاج حتى الآن فيما تستكمل الاستعدادات الأمنية والتنظيمية والصحية وفي السياق أكدت مجموعة التنوين الطبي بهيئة الهلال الأحمر تجهيز جميع سيارات الإسعاف المشاركة في موسم الحاج بالمواد الطبية الاستهلاكية كذلك أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطغس المتوقعة على المشاعر المقدسة أثناء فترة الحج لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن أعلنت وزارة الداخلية القبضة على مواطن من موليد عام 1996 يقف وراء جريمة قتل مواطن من موليد 1979 حيث ألقى جثته أمام مستشفى الصباح وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية المعنية تمكنت من تحديد هوية الجاني والقبض عليه وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال عمليات التحقيق وكشف كافة ملابسات الجريمة خطأ تقني في نظام الإدارة العامة للهجرة السابق أدى إلى اختلافات في مواليد بعض المقيمين تعاملت معه وزارة الداخلية بالسماح للمغادرين منهم بإتمام سفرهم بعد التوقيع على تعهد بمراجعة الإدارة لتعديل البيانات بما يتوافق مع جواز السفر على أن ذلك الإجراء ينطبق على جميع المقيمين عدى ثلاث جنسيات صدر تعميم من قبل وكيل الوزارة المساعد لشؤون المنافذ بفرض تشديد أمني ورقابي عليها وهي العراقية والسورية والإيرانية حيث يمنع سفر حامل جوازاتها حال وجود ذلك الاختلاف وبين مصدر أمني للرأي أن ذلك التشديد جاء عقب ورود معلومات عن وجود جوازات مزورة من الجنسيات الثلاث تمكنت خمسة فرق إطفاء من السيطرة على حريق اندلع في محلات سوق الأعلاف بمنطقة الري فيما تعرض ثلاثة من رجال الإطفاء إلى إصابات طفيفة أثناء مكافحة الحريق وقالت الإدارة العامة للإطفاء أن فرقها تعاملت مع الحريق الذي غطى مساحة 700 متر مربع وتمكنت من السيطرة عليه بعد أن بذلت جهودا كبيرة للحد من انتشار النيران إلى بقية المحلات مما تسبب في تعرض ثلاثة من رجال الإطفاء إلى إصابات طفيفة بحضور ممثلين عن لجنة المقابلات الشخصية أجرت الإدارة العامة للإطفاء القرعة العلنية للمتقدمين لدورة ضابط دبلوم هندسة إطفاء ودورة وكيل عريف تخصص مكافحة فيما تم إلغاء القرعة المتعلقة بدورة رقيب إطفاء مفتش وقايا للبنات ودورة وكيل عريف مشغل آلية نظرا لأن أعداد المتقدمين للدورتين كانت متناسبة مع العدد المطلوب بحجة تعبيد وتوسعة الطريق المؤدية إلى مزارع الوفرة قام مقاول المشروع باقتلاع بعض أشجار الصفصاف المعمرة بذريعة الحصول على إذن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية التفاصيل مع خالد الفارس والتقرير التالي في بلد ندر فيه رؤية اللون الأخضر وقد تحتاج فيه زراعة الأشجار إلى وقت وجهد كبيرين نظرا للظروف المناخية الصعبة وهو أحوج ما يكون لزراعة شجرة تسهم في تخفيف حرارة الطقس بكل بساطة تزال الأشجار المعمرة في الكويت كما حدث على طريق الوفرة لأشجار الصفصاف الكبيرة والقديمة بمنطقة أمصف بحجة عمل توسعة وتعبيد للطريق المار من هناك والمؤدي إلى مزارع الوفرة لفت انتباهي قبل شهر أو أكثر تدمير لأشجار الصفصاف في منطقة الوفرة على خطم صفك طبعا هذه الأشجار نعرفها من عشرات السنين يمكن عمرها عشرين سنة تواصلنا مع الجهات البسؤولة في الدولة مع الهيئة العامة للبيئة وكان مشكورا الشيخ عبد الله الحمود تجاوب بشكل شخصي مع المشكلة ولكن صدم كما صدمنا نحن أن هناك كتاب من الهيئة العامة للزراعة يسمح للمقاول بتدمير هذه الأشجار وزراعة أشجار أو شجيرات بعد انتهاء المشروع نحن كان اختلافنا معاهم على نقلها وليس تدميرها سياسة التدمير تدمير الأشجار التي كانت ماشية في البلد من سنين طويلة يجب أن تتوقف يجب أن تتوقف الهيئة العامة للزراعة عن إعطاء الإذن للمقاولين بتدمير الأشجار ونقلها أفضل المقاول يملك المعدات يستطيع نقلها إلى 20 متر هي مجرد حفرة ونقلها في كرين وتصبح العملية يعني ما نخسر هذا الشجر شجر الكويت احنا ما عندنا غابات يأتي هذا الإجراء الجائل على الأشجار في الوقت الذي تقوم الدول الأخرى بحماية أشجارها حتى وإن اضطر الأمر إلى تغيير الخطط والمشاريع لتجنب قطعها أو تخريبها فيما تطبق أشد العقوبات على من يقوم بتخريب البيئة وقطع الأشجار في أوروبا أهل الغابات يحاسبون أي شخص لو يكسر غصن أخضر فما بالك اليوم احنا بالكويت ما نملك غابات ويزيلون للأسف بأموال الحكومة يزيلون هذه الأشجار احنا راح نسمي الناس بأسماءها احنا راح نطالب الآن الهيئة العامة للزراعة أن توقف الكتاب للمقاول اللي سمحت له بتدمير هذه الأشجار في الكويت قد لا يشأ صاحب القرار بنقل الأشجار والاكتفاء بقلعها فقط يتعهد مقاول المشروع بزرع شجيرات على جانبي الطريق بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية بينما تقوم دول أخرى بعمل سواتر من الأشجار في المناطق البرية تعمل كمصدات للغبار والرياح وتسهم في خفض حرارة الجو العالية خالد الفارس الرأي في بيروت قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن تعاون أمني بين لبنان وأستراليا أدى إلى إحباط عملية إرهابية لتفجير طائرة إماراتية كانت متجهة من أستراليا باتجاه أبو ظبي وقال المشنوق خلال مؤتمر صحفي أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني زودت السلطات الإسترالية بمعلومات أمنية مهمة أدت إلى إحباط عملية تفجير طائرة الإماراتية قبل أسابيع بتخطيط من إرهابي لبناني يدعى طارق الخياط كما أضحى أن الخياط انخرط في تنظيم داعش وانتقل إلى مدينة الرقة السورية قبل حوالي عام ونبقى مع أخبار الهجمات الإرهابية حيث لا تزال بعض الدول الأوروبية تعيش تحت وقع التداعيات سيما مع التسارع وتيرة حوادث الدهس والاعتداء والطعن في عدة دول أوروبية خلال الأيام القليلة الماضية وفي جديدها اليوم اقتحام سيارة لموقف حافلات في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا وهو ما أدى إلى مقتل شخص فيما تم القبض على السائق وأفاد مصدر بالشرطة أنه معروف لديها وسبق له ارتكاب جنح ويعاني من اضطرابات نفسية قالت وسائل أعلامية أن الشرطة الأسبانية قتلت اليوم رجلا كان يحمل حزاما ناسفا في مدينة برشلونة من جهة أخرى أكد التلفزيون الإسباني أن الرجل الذي قتل في سوبيراتس غرب برشلونة هو يونس أبو يعقوب منفذ هجوم برشلونة وكان وزير الداخلية في الحكومة الكاتلونية خواكيم فون قد أكد أن جميع الدلائل تؤكدوا أن الشاب المغربي البالغ من العمر 22 عاما كان قائد الشاحنة الصغيرة التي اخترقت ساحة لاس لامبراس بسرعة كبيرة وبشكل متعرج لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا ومن الهجمات وحوادث الاعتداء إلى الاستدام حيث قال الصول السابع الأمريكي أن عشرة جنود من القوات البحرية الأمريكية فقدوا وأصيب خمسة آخرون إثر اصطدام المدمرة جون إس مكين الأمريكية بسفينة شحن تجارية قبالة سواحل سنغافورة الولايات المتحدة شهدت اليوم الحدث الفلكي الأكبر لعام 2017 وهو ظاهرة كسوف كلي للشمس يحدث لأول مرة بهذا الشكل منذ 38 عاما للحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف المؤرخ والخبير الفلكي عادل السعدون بداية ما هي هذه الظاهرة ومن أين تنبع أهميتها مساء الله البخير هذه الظاهرة طبعا فيها نتيجة دوران القمر حول الأرض ويصادف أن يكون على خط واحد ما بين الشمس والأرض وفي هذه الحالة يغطي قرص الشمس وتحدث في السنة تقريبا خمس مرات كسوفات يصير كسوف كلي وكسوف جزئي ويصير أيضا خسوفين قامريين هذا في أكثر الحالات لكن في أحيانا يقل العدد نعم الخبير الفلكي عادل السعدون شكرا جزيلا لك تراجع فائض الحساب الجاري الكويتي وفقا لتقرير الوطني تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير من جديد أحنا بكم بالأخبار الاقتصادية قال بنك الكويت الوطني أن فائض الحساب الجاري الكويتي تراجع في مطلع هذا العام من 600 مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي إلى 300 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري وفي الموجز الاقتصادي الصادر عن ميزان المدفوعات في الكويت أضاف الوطني أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض ميزان السلع وتراجع دخل الاستثمار وعودة ارتفاع صاف التدفقات المالية من الخدمات إلى الخارج وذكر أنه على الرغم من هذا التراجع لا يزال الحساب الجاري مرتفعا ويشكل 18 النقطة المأوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستوى في الفترة ذاتها من العام الماضي أغلقت برصة الكويت عاملاتها اليوم على ارتفاع في مؤشراتها الثلاثة بواقع 12 نقطة و17 نقطة للمؤشر السعري كما ارتفع المؤشران الوزني بمقدار نقطتين ونصف النقطة ومؤشر كويت 15 بواقع ثماني نقاط وبلغت القيمة النقدية للأسهم المتداولة 21 مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي الأمير يهنأ لعدالي وعبدالله بحصولهما على الذهبية التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل مجددا أهلا بكم بالأخبار الرياضية بعث أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقيتي تهنئة إلى اللاعب ضاري العدالي واللاعب سالم عبدالله بمناسبة حصول كل منهما على الميدالية الذهبية في بطولة فايت نايت 2 الدولية التي أقيمت مؤخرا في الجمهورية اللبنانية وأعرب الأمير عن خالص تهاني بفوزهما بهتين الميداليتين متمنيا لهما كل التوفيق والنجاح لمواصلة عطائهما الرياضي وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية استهل نادي برشلونة مشواره في الموسم الجديد من الدور الإسباني لكرة القدم بفوز على ضيفه ريال بيتيس بهدفين دون رد في مباراة جرت بينهما على ملعب كامب نو وحسم صاحب الأرض اللقاء الذي يأتي في إطار الجولة الأولى من المسابقة المحلية في الشوط الأول من المباراة حيث جاء هدف التقدم بنيران صديقة بعدما أودع إيلين توسكا الكرة في مرماه بالخطأ لدى محاولته إبعادها في الدقيقة السادسة والثلاثين فيما ضعف سيرجي روبيرتو النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والثلاثين وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانيات متابعتنا عبر موقع توتر أت الرأي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الرأي تيوب في أمان الله اشتركوا في القناة